الرئيس سيسي يؤكد سعي مصر لتجاوز أزمة الغذاء العالمية من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية وعشرة الشهداء والجرحة في القصف الإسرائيلية المتواصلة على عدة مناطق في قطاع غزة وفي إشارة ضمنية إلى بيكين قمة أسيان أستراليا تندد بالتهديد بالقوة أو استخدامها بالمنطقة أستاذ الصباح الرابع بتوقيت كرانتشا نشرة الإخبارية تأتيكم من القاهرة أهلا بكم والبدأ مع الزميلة جاكليم ميهرز صباح الخير صباح الخير يدينا وصباح الخير مشاهدين الكرام والبداية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي سعي مصر لتجاوز أزمة الغذاء العالمية بشكل جدري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية وخلال استقباله مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أشار الرئيس السيسي إلى المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف وشهد اللقاء تباحثا معمقا بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدة برا وجوا لإغاثة أهل القطاع استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد شادانيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له بحضور السيد السيد القصير وزير الزراعة والصلاح الأراضي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشركة طويلة الأمد بين مصر والفاو والتي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء وكذلك في التوقيع الذي تم على الاتفاق القطري الجديد بين الجانبين للفترة 2024-2027 أعرب مدير عام الفاو عن تقديره الكبير لما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من تطور تنموي لافت عمرانيا وزراعيا وصناعيا مؤكدا التزام الفاو بمواصلة وتكثيف التعاون مع مصر وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية وبالأخص ما يتعلق بتدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم حيث أوضح السيد الرئيس سعية مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية وكذلك من حيث التوسع الرئيسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية منوها في هذا الإطار إلى المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الألاف من الفددين الجديدة بما سيصل إلى أربعة ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم وقد أوضح مدير الفاو متابعته والمنظمة بشكل وثيق للتجربة المصرية في التنمية الزراعية بما تم منها وما يجري تنفيذه مؤكدا حرصه على تعميق التعاون القائم بين مصر والمنظمة في هذا الصدد بما يدعم مصر في تحقيق أهدفها الطموحة لتحسين الأمن الغذائي للشعب المصري ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهدت بحسا معمقا بشأن الأوضاع في قطاع غزة حيث تم تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع وجهود مصر المكسفة لإدخال المساعدات برا وجوا لإغاثة أهالي غزة أعرب مدير الفاو في هذا الإطار عن بالغ التقدير للدور المصري التاريخي الذي يتسم بأهل درجات المسئولية والتجرد مستعرضا جهود الفاو في هذا الإطار ومؤكدا الحرص على تقديم كافة سبول الدعم للجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وفي نهاية اللقاء سلم مدير عام منظمة الفاو هدية تسكرية للسيد الرئيس تقديرا لما يتحقق في مصر من تنمية شاملة ومتسارعة في مختلف المجالات أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرصت دولته على تدليل التحديات أمام الشركات الإطالية الراغبة في الاستثمار بنصر في القطاعات المستهدفة وفق أولويات الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من الفرص الواعدة والحوافز التي يتم توفيرها للمستثمرين وخلال اجتماعه مع استفير الإطالي بالقاهرة أكد مدبولي اعتزاز مصر بعمق العلاقات التاريخية التي تربطها بدولة إطاليا والحرص على تعزيزها لدعم المصالح المشتركة بين البلدين معربا عن التطلع لاستقبال رئيسة وزراء إطاليا بالقاهرة في أقرب فرصة من جانبها أشهد السفير الإطالي بالجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآخرها النجاح في عقد صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة مؤكدا أنها تمثل بادرة إيجابية لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة شهد الدولار في السوق الموازية تراجعا جديدا إذ انخفض سعره ليهبط إلى حدود 40 جنيا وتوقع المصرفيون أن تشهد السوق الموازية لدولار مزيدا من التراجع والإنهيار بفعل التخلص من العملة بعد خسائر كبيرة جاء ذلك بعد كشف الحكومة عن تفاصيل مشروع وتطوير وتنمية رأس الحكمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال مصدر رفيع المستوى أنه تم انتهاء اليوم الأول من مباحثات التهدأة في غزة بالقاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وحرقة حماس وقطر ومن منتظر استأنفها اليوم هذا ويوصل معبر رفح البريعم له لتسهيل دخول المساعدة الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين ووصل المعبر استقبل المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفات المصرية كما استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدة الإنسانية والوقود ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين عند دوار الكويتي بغزة كانت وسائل أعلام فلسطينية قد ذكرت أن قوات الاحتلال استهدفت أعدادا من المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم شاحنات الطحين قرب الدوار الكويتي ويعد الاستهداف هو الثالث خلال الأيام القليلة الماضية للمدنيين أثناء انتظارهم استلام المساعدات المزيد في التقرير التالي مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون شاحنات محملة بالطحين تشابه الهدف وإن اختلف المكان فمن دوار النبولسي إلى دير البلحة ثم أخيرا قرب الدوار الكويتي حيث استهدفت آلة الاحتلال المدنيين الفلسطينيين أثناء سعيهم لتلقي المساعدات الإغاثية ما أصفر عن شهداء ومصابين القصف يأتي بعد أن استهدفت قوات الاحتلال في وقت سابق شاحنة صغيرة تحمل مساعدات إنسانية في دير البلحة وسط القطاع ما أدى أيضا لسقوط شهداء ومصابين وهو ما يأتي كذلك بعد أيام من استهداف آلاف الفلسطينيين في دوار النبولسي غرب غزة أثناء انتظارهم وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية ما أدى إلى استشهاد 117 فلسطينية وإصابة المئات الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين السعين إلى الحصول على قليل يسد رمقهم يأتي رغم الإدانة الدولية والعربية والواسعة لما أطلق عليه مجزر الدوار النبولسي والتي وصفها حقوقيون بأنها طرق لجريمة إبادة جماعية ممنهجة تستهدف المدنيين العزل ورغم تحذيرات العاملين في المجال الإنساني بالأمم المتحدة من أن نحو النصف مليون شخص من سكان قطاع غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة إلا أن الاحتلال لم يكتفي بحصار القطاع الذي يتعرض للعدوان بل يمعن في تحديه بل واختبار إنسانية المجتمع الدولية من خلال مجازره بحق أبرياء أكبرهم على الاختيار بين الموت جوعا أو قصفا أثناء رحلة للبحث عن الطحين استشهد عدد من الفلسطينيين أصيب أخرون فجر اليوم الاثنين بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة وأفدت مصادر طبية باستشهاد سبعة فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال ونساء وإصابة عدد آخر إضافة لعدد من المفقودين بسبب قصف طياران الاحتلال لمنزل شمال رفح جنوب قطاع غزة كما قصف الطائرات الاحتلال منزلا في مخيم جبل شمال غزة قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري إن السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو فرض عقوبات على إسرائيل وأوضح المقرر الأممي أن إسرائيل تعمد تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مرجحا أن تكون المجاعة قد بدأت بالفعل مشددا على أن الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة في قطاع غزة هي الوقف الفوري لإطلاق النار قال مسؤول منظمة الصحة العالمية إن مستوى الدمار المحيط بمجمع الشفاء لا يمكن التعبير عنه بالكلمات وذلك بعد توصيلهم بعض الإمدادات الطبية اللازمة للمستشفى المزيد حول الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي نتابعه في سياق هذا التقرير محاولات مستميتة قوم بها المنظمات الأممية لتوصيل الإمدادات الطبية للمستشفيات شبه المنهارة في قطاع غزة قراء العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل لقرابة 150 يوما منظمة الصحة العالمية قامت بعد عناء من عراقي للاحتلال بتسليم وقود وإمدادات طبية حيوية إلى مستشفى الشفاء في محاولة لإنقاذ من يمكن إنقاذهم من المرضى والمصابين جئنا إلى مستشفى الشفاء لتوصيل 19 ألف لتر من الوقود أتينا أيضا لتوصيل مواد طبية بالغة الأهمية مثل أدوية التخدير وبعض المضادات الحيوية جئنا أيضا لتقديم اللقاحات والإمدادات اللازمة لعلاج سوء التغذية الحد الوخيمي لدى الأطفال أوضاع مأساوية وظروف بالغة الصعوبة حيث وتوفد على مستشفى الشفاء يوميا مئات الحالات التي هي في أمس الحادة للمساعدة التي تندر وجودها بسبب عدم كفاية الإمدادة الطبية بينما يعمل المستشفى بأكبر من قدرته الاستيعابية في ظل إنهاك الكوادر الطبية لازلنا بحاجة إلى الكثير والكثير حتى نستطيع أن نشتغل بالطريقة الصحيحة في مجمع الشفاء الطبي لازلنا نحتاج إلى الكثير من المفوض يطلعوا على حجم المعاناة في مستشفى الشفاء الطبي بسبب الكثير من الإصابات والتي يتم التعامل معها يوميا بشكل صعب بسبب قلة الموارد قلة التواقم الطبية قلة الإمكانات كمثال نحن نشغل قسم الأشعة يومين في الأسبوع ولحاجة إلى يوميا نشغل قسم الكلا يومين في الأسبوع بسبب قلة الصلاة وقلة الإمكانيات التواقم الطبية لا نستطيع أن تأتي كل يوم بسبب موضوع عدم وجود مواصلات لها بسبب أنه مشغولة في أهلها هذه الأمور نعاني منها بشكل يومي مدير منظمة الصحة العالمية نقل عن التواقم الطبي التابع للمنظمة قوله إن مستوى الدمار المحيط بمجمع الشفاء لا يمكن التعبير عنه بالكلمات موضحا أنهم حاولوا تقديم العلاج لخمسين طفلا يعانون سوء التغذية الحاد والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى مائة وخمسين مريضا مستشفى الشفاء هو واحد من عدة مستشفيات داخل قطاع غزة التي تعمل بشكل جزئي في ظل استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي إما بالقصف أو بمنع الإمدادات بما يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية تزايدت تحذرات الأممية من استمرار الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأطفال في عدوانه المتواصل على قطاع غزة وقالت اليونسف في أحدث تقاريرها إن وفاية الأطفال التي كانت منظمة الأممية تحذر من وقوعها أصبحت حقيقتنا بينما يقتاح سوء التغذية قطاع غزة المزيد نتابعه في التقرير التالي السلام عليكم ورحمة الله الأطفال من جديد محور تحذيرات منظمة الأمم المتحدة مع استمرار العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة اليونسف قالت في أحدث تقاريرها إن وفية الأطفال التي كانت المنظمة الأممية تحذر من وقوعها أصبحت حقيقة بينما يقتاح سوء التغذية قطاع غزة تحذيرات اليونسف جاءت بالتزامن مع استشهاد عدد من الأطفال في مشفى كمال العدوان بسبب الجفاف وسوء التغذية ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من الأطفال الذين يكافحون من أجل حياتهم في مكان ما في أحد المستشفيات القليلة المتبقية في غزة كما من المرجح أن يكون هناك المزيد من الأطفال في الشمال غير قادرين على الحصول على الرعاية على الإطلاق وبحسب اليونسف فإن وفيات الأطفال في قطاع غزة ترجع بشكل كبير إلى النقص الواسع النطاق في الطعام والمياه النظيفة والخدمات الطبية نتيجة مباشرة لعرقلة الاحتلال وصول المساعدات فضلا عن المخاطر المتعددة التي تواجه العمليات الإنسانية للأمم المتحدة وهو ما يؤثر أيضا على الأمهات ويعيق قدرتهن على إرضاع أطفالهن وخاصة في شمال قطاع غزة فحوصات سوء التغذية التي أجرتها اليونسف وبرنامج الأغذية العالمية في شمال قطاع غزة تؤكد أيضا أن حوالي 16% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد وقد وجدت فحوصات مماثلة أجريت في جنوب رفح حيث تتوفر المساعدات بشكل أكبر أن 5% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد وفي ظل هذا الوضع لا تزال منظمات الأمم المتحدة تطالب بتمكين وكالات الإغاثة الإنسانية من التغلب على الأزمة الإنسانية ومنع المجاعة وإنقاذ حياة الأطفال من خلال توفير نقاط دخول متعددة يمكن الاعتماد عليها لتسمح بإدخال المساعدات وضمانات أمنية تضمن مرور المساعدات دون عراق للاحتلال الإسرائيلي حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الحرب على النساء في غزة مع معاناتهن من أطارها المدمرة وأكدت المنظمات الأممية أن أكثر من 9000 إمرأة استشهدنا في غزة حتى الآن وهي حصيلة مرشحة للارتفاع المزيد في العرض التالي والزميل محمد أنصار مشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم باتت الفئات الأقل قوة مثل المرأة والأطفال وذو الهمم الضحية الأبرز للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي استهداف جعل هيئة الأمم المتحدة للمرأة للتحذير من الحرب على النساء في غزة وأنهن يعانين من آثارها المدمرة المنظمة الأممية أشارت إلى استشهاد أكثر من 9000 إمرأة في غزة حتى الآن وهي حصيلة مرشحة للارتفاع إذ تفيد التقارير بأن العديد من النساء لقين مصرعهن تحت الأنقاض وذكرت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 9 من كل 10 نساء يجدنا صعوبة أكبر في الحصول على الغذاء مقارنة بالرجال وتلجأ بعض النساء الآن إلى البحث عن الطعام تحت الأنقاض أو في سناديق القمامة وطلبت الهيئة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإلا فإن مزيدا من الأشخاص سيلقون حتفهم في الأيام والأسابيع المقبلة وشددت على ضرورة أن يتوقف القتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية في غزة ودخول المساعدة الإنسانية للقطاع بشكل فوري بالنسبة للأطفال فإن تصاعد الصراع يؤدي إلى تأثيرات كارثية إذ يموت الأطفال بمعدل مقلق في ظل عمليات التهجير التي طالت الأسر الفلسطينية ونقص حاد في الماء والغذاء والوقود والدواء وبحسب اليونسيف فإن تسعين بالمئة من الأطفال دون سن الثانية وخمسة وتسعين بالمئة من النساء الحوامل والمرضعات يواجهون فقرا غذائيا حادا وأن خمسة وتسعين بالمئة من الأسر تحد من عدد الوجبات وحجمها حيث تتناول أربعة وستين بالمئة من الأسر وجبة واحدة فقط في اليوم وبحسب المنظمة فإن ما لا يقل عن تسعين بالمئة من الأطفال دون سن الخامسة مصابون بمرض معد واحد أو أكثر وأصيب سبعون بالمئة بالإسهال في الأسبوعين الماضيين أي بزيادة قدرها ثلاثة وعشرين ضعفا مقارنة بما قبل العدوان وتأتي فئة ذوي الهمم وأسرهم لتكون الأكثر معاناة في غزة في ظل نقص بديهيات بسيطة لعل أبسطها النظافة فلا نظافة في خيمة النزوح ولا طعام جيد للطفل يحتاج لخضار وفواكه وبروتينات حيوانية وهي أشياء غير متوفرة حفاظات الأطفال مشكلة كبيرة أخرى يواجهها ذوي الهمم فالطفل بحاجة لغيار وتنظيف بمعدل أربع مرات كما الدواء الذي تحتاج هذه الفئة المهمة من المجتمع ينفذ وبات الأهالي لا يستطيعون شراء البديل له لأنه غير موجود في الأسواق بسبب إجراءات الاحتلال مشاهدين كان هذا عرضا موجزا بشأن المعاناة التي يعيش فيها النساء والأطفال وذول همم بغزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي نشكر لحضراتكم طيب المتابعة دعا الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي الشركاء أوكرانيا الغربيين إلى التحلي بالإرادة السياسية لتزويد كيب الإمدادات العسكرية الضرورية وقال زيلينيسكي في تسجيل مصور أنه ينبغي على العالم أن يتفاعل بحزم لضمان أن تصبح الحرب مشروعا يائسا بالنسبة للرئيس الروسي فلودمير بوتين تأتي مناشدة زيلينيسكي في الوقت الذي لا تزال فيه حزمة أمريكية لتقديم مساعدات عسكرية وغيرها من أشكال الدعم عالقة بإسابة خلافات في القانجرس مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث حققت القوات الروسية تقدما ميدانيا كبيرا خلال الأيام الماضية خاصة في شرق أوكرانيا في الوقت الذي يتواصل فيه كييف السعي بقوة للحصول على مزيد من المساعدات والأسلحة الغربية من حلفائها وفي أحدث فصول تلك الحرب دعا الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي العالم إلى مساعدة كييف على هزيمة روسيا وذلك بعد ساعات من مناشداته لحلفائه الغربيين بتزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مع استمرار روسيا في قصف بلاده بالمسيرات والصواريخ وبنيران المدفعية في السنة الثالثة للحرب وتتخذ أوكرانيا موقفا دفاعيا في المعارك بعدما حققت روسيا مكاسب على الخطوط الأمامية مؤخرا إلا أن الهجمات الروسية الأخيرة عليها أظهرت أصوات في الغرب تدعو لأهمية دعم أوكرانيا التي تواجه نقصا في الذخيرة تفاقم في ظل تأخير الولايات المتحدة في تسليم حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار هذا في الوقت الذي تشكو فيه روسيا من تزايد الهجمات الأوكرانية على أراضيها خاصة مع إعلان كييف مسؤوليتها عن تلك الهجمات التي استهدفت العديد من منشآت النفط الروسية في الأشهر الأخيرة فيما وصفته برد عادل على مهاجمة موسكو شبكة الكهرباء الأوكرانية إلى ذلك اتهم مسؤول عسكري أوكراني القوات الروسية بإلقاء متفجرات تحتوي على مدة كيميائية غير محدودة في ميدان المعركة وقال إن الوضع على الخطوط الأمامية معقد ولكنه تحت السيطرة حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ميتشجن وميزوري وأيضاهو متغلبا على منافسته نيكي هلي مما يضعه على المصار الصحيح للفوز بترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في خطوة تقربه نحو ني لترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية فاز دونالد ترامب بالانتخابات الداخلية للحزب في ولايات ميزوري وميتشجن وأيضاهو وهزم منافسته الوحيدة السفيرة السابقة بالأمم المتحدة نيكي هلي ترامب حقق فوزا ساحقا في السبقات الثلاثة بهامش كبير بعد أن نال أصوات جميع المندوبين الأربعة والخمسين في ميزوري وفي ميتشجن فاز ترامب بأصوات جميع المندوبين التسعة والثلاثين الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع خلال مجلس انتخابي في ولاية ايداهو اكتسح ترامب أيضا بعد أن حصل على أصوات مندوب جميع المندوبين الاثنين والثلاثين انتصارات جعلت ترامب أقرب إلى ضمان ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات عام الفين واربعة وعشرين حيث أصبح لديه الآن مئتان وسبعة واربعون مندوبا مقارنة باربعة وعشرين مندوبا لنيكي هلي وفاز ترامب في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن وتأتي انتصاراته الجديدة في الولايات الثلاث قبيل الثلاثاء الكبير الذي يشهد انتخابات تمهيدية في خمس عشرة ولاية فيما يتوقع أن يحسم بشكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هلي ليصبح حامل لواء حزبه في السباق إلى البيت الأبيض حيث المنافسة الفريدة بينه وبين جو بايدن باعتبارها مباراة العودة بين الرئيس الحالي وسلفه السابق يعتزم زعماء رابط الدول جنوب شرق أسيا أسيان واستراليا المجتمعون في ميرليبون اليوم تنديد بالتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية النزاعات في المنطقة في إشارة ضمنية إلى بكينا ويستضيف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبنسا القمة الخاصة لعام 2024 والتي تصادف الذكرى الخمسين منذ أن أصبحت أستراليا أول شريك خارجي لأسيانا وكان من المقرر أن يشارك تسعة زعماء من جنوب شرق أسيا فيما وصفته وسائل الإعلام المحلية بانا أحد أكبر التجامعات الدبلوماسية في أستراليا والذي سيستمر في الفترة من الرابع إلى السادس من مارس الجاري ورياضياً يحل فريق أرسنال ضيفاً تقيلاً على نظر شفلد يونيتد اليوم في ختم مباراة الجولة السابعة والعشرين من مسبقة الدورية الإنجليزية الممتازة لكرة القدم ويسعى أرسنال لمواصلة انتصاراته في بطولة الدور الإنجليزي من أجل مواصلة الزحف خلف ليبركول المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني كان أرسنال حقق فوزاً عريضاً على نظيره نوكاسل يونيتد بربعية مقابل هدف في الجولة الماضية من البطولة يستضيفه باير نيميونيخ نظيره لاتسيو الإيطالي غداً الثلاثاء على ملعب أليونز أرينا لحساب لقاءات الإياب للدور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أربا ويسعى باير نيميونيخ بقيادة مديره الفني تومس تيخيل للفوز واستقرد لخسارة مباراة الذهاب من أجل خطف تذكرة العبور إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أربا أما لاتسيو الإيطالي يرغب في الحفاظ على الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب ويريد تحقيق مفاجأة الإطاحة بباير نيميونيخ أحد المرشحين لحصد الرقب من ثمن نهائي البطولة هذا ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على فريق ريال سوسيداد في المواجهة صعبة غدا في إياب دور الستة عشر بدور أبطال أوروبا وحقق السان جيرمان الفوز في ذهاب على ملعب حديقة الأمراء بنتيجة اثنين مقابل لا شيء وتأهل الفريق الباريسي إلى ثمن نهائي كوصيف للمجموعة السادسة برصيد ثماني نقاط خلف بوريسيا دورتموند بينما تصدر سوسيداد المجموعة الرابعة برصيد اثنتين عشرة نقطة وبفارق الأهداف عن انتر ميلان لتعقع خبراء هاية الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين تقص دافئ نهارا على الكاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما سود تقص برد ليلة على أغلب الأنحاء وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ختم النشرة وليكم تذكرة بأبرز ما جاء من عنوين رئيس السيسي أكد سعي مصر للتجاوز أزمة الغذاء العالمية من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية وعشرة الشهداء والجرحة في القصف الإسرائيلي المتواصلة على عدة مناطق في قطاع غزة وفي إشارة ضمنية إلى بكينة قمة أسيان أستراليا تندض بالتهديد بالقوة أو استخدامها بالمنطقة مشاهدينا لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكعر كودة طاهرة على الشاشة شكرا على طيب المتابعة تقبل تحت الزميلة دينا سلامة أنا جاكلي ماهر إلى اللقاء بإذن الله شكرا